توجيهات مهمة في التحضير لمبارة التعليم من البداية إلى الجياز الامتحان الشفوي من إعداد الأستاذ إسماعيل مرجي تقديم الأستاذ تاعكي محمد والآن نتحدث عن توجيهات في كيفية التعامل مع الامتحان الكتابي بعد أن راجعنا جيداً الآن نمر إلى الكتابي من المؤسف أنك تجد بعض المترشحين يبدلون جهداً جيداً لكن يقع في بعض الأخطاء الفادحة يوم الاختبار خاصة تلك الأخطاء المتعلقة بالجوانب الشكلية وانطلاق من الطلاع على بعض الأسئلة التي تطرح في الامتحانات ومن خلال تجارب بعض المترشحين هنا يمكن أن نقدم مجموعة من الملاحظات ومجموعة من النصائح حتى تتفادوا تلك الأخطاء التي يمكن أن تقعوا فيها لأن هناك يمكن أن نقسم إلى توجيهات عامة ثم كذلك أخطاء فادحة يجب أن تتجنبوا أولاً أخطاء فادحة يجب الحذر منها طرح في إحدى الامتحانات أعيّل عنصر الدخيل في هذه الاقتراحات وهنا يقصد بالعنصر الدخيل الخاطئ ثم كذلك قد يطلب منك عدم استعمال مبيض أو عدم التشطيب فلماذا لا تتقيد بهذه الأمور المطلوبة منك قد يطلب منك مثلاً وضع حرف وليس علامة مثلاً V أو F فلا تضع علامة غير تلك العلامة وقد يطلب من المترشح مثلاً في امتحان واحد وضع علامة مختلفة مثلاً كعلامة جدر مربع أو علامة X أو يطلب منك مثلاً أن تصل بخط أو أن تصل بسهم فيضع المترشح أحياناً علامة غير العلامة المطلوبة منه وهنا قد يقول المترشح أن ذلك أمر لا يعتد به فيجاب بأن لو كان الأمر لا يعتد به فلماذا لا تضع علامة موحدة في الامتحان كله لماذا يطلبون من كل مرة أن تضع علامة مختلفة إذن هذا دليل على أن هذه العلامة فهي لها اعتبار معين ثم كذلك وضع العلامة أمام الجواب الصحيح أو وضع العلامة أمام الجواب الخاطئ وكذلك قضية وضع العلامة في الخانة أو في الخانة المناسبة فقد تضع العلامة أمام الجواب الصحيح وأمام كذلك الجواب الخاطئ والأخطر في هذا أنه في بعض الامتحانات لا تتكرر الصيغة أي صيغة ضع علامة عند كل سؤال لكي تتنبه لها إذا أخطأت في وضعها بل قد توضع في السؤال الأول والأسئلة الموالية ترقم فقط وإن أغفلت أيها المترشح كراءة التعليمة التي تكون في البداية بشكل جيد فقد تخطئ في الإجابة وهذا طبيعة الحال سيكون أمرا سيئا مثال آخر في امتحان مثلا مستجدات نظام التربية والتكوين للثانوي بسلكه في دورة نومبر 2019 نجد مثلا من الأخطاء الفادحة التي قد يرتكبها البعض وعدم قراءة التعليمات التي توجد في الصفحة الأولى وكذلك عدم مراقبة عدد الصفحات للامتحان وعدد الصفحات التي أجبت عنها فقد يقع الخطأ في عدم تسليمك لبعض الأوراق أو ما شاب ذلك إذن هذه أمور لي بسيطة ولكن قد يكون لها تأثير سلبي على نتيجتك أيها المترشح ثانيا من الأمور الأخرى أو توجيهات عامة وهي لابد أن تحرس على قراءة وضعية الانطلاق والأسناد مرات عديدة قبل قراءة الأسئلة ثم قراءة الأسئلة كاملة قبل البدء في الإجابة لماذا؟ لأن بعض الأسئلة قد نجد لها أجوبة أو بعض التلميحات في أسئلة أخرى ثم كذلك بعض الأسئلة تتطلب منك أن تقسم الجواب عليها فقد تجيب عن السؤال الأول بجواب كافي مستوفي وتضع جميع المعلومات التي عندك وقد تضطر إلى أن تكرر نفس المعلومات في السؤال الموائد لذلك حاول أن تقسم ذلك ثم ضرورة الاعتناء بتنظيم ورقتك أكثر أكثر فأكثر محترماً على ما الترقيم فقبل أن تطالب المتعلم بأن يتوفر على كفاية منهجية واستراتيجية ينبغي أن تتوفر عليها أنت أيها المدرس ثم طريقة الإجابة على الأسئلة انطلاقاً من اختيار متعدد أولاً نبعد الاختيارات التي يبدو أنها بعيدة جداً عن الجواب ثم بعد ذلك ننظر في الاختيارات فإن كان بينها عموم وخصوص غالباً نختار الجواب الأعمى مثلاً إن قيل لك ما هو مفهوم الكفاية وأعطيت لك مجموعة من الاختيارات فمثلاً وجدت في الاختيار الأول هي مجموعة من المعارف والمهارات هذا الاختيار الأول ثم وجدت في الاختيار الثاني هي مجموعة من المعارف والمهارات والقيم والتوجيهات إذن هنا أنت تختار الجواب الثاني لماذا؟ لأنه أعم غالباً هذه هي المنهجية التي يتم اعتمادها في هذه الأسئلة التي يعطاك من خلالها مجموعة من الاختيارات ويمكنك أيضاً أن تبدأ بالأسئلة التي تيقنت من إجابتها بحل الوقت ثم لا تستعمل مصطلحات لها علاقة بالمقاربة بالمضامين أو الأهداف كالتلقيل مثلاً أو الكم معرفي أو الإملاء على المتعلمين إلا إذا أردت أن توظفها في محل الذنب وليس المدح وقد يطلب منك مثلاً أن تبين موقفك من خلال سلوك أو طريقة معينة فكن دائماً بجانب بضغج الكفايات المعمول بها حالياً وليس بالضرورة أن تجد في الامتحانات بعض الأمور التي راجعتها فقد تجد بعض الأمور التي لم تطلع عليها للأسف فلا تيأس لذلك عليك أن تعلم أنه يستحيل حاطة بعلوم التربية والديدكتيك من مختلف الجوانب وإنما حسبك أنك تتعرف على بعض الأمور الأساسية فيها وهذه الأمور هي تلك الأمور الأساسية المدرجة في توصيف المباريات وهنا يمكنك أن تجيب عن سؤال لا تعرف جوابه من خلال القواعد العامة للتدريس بالكفايات ومنها مثلاً من تلك القواعد العامة وهي جعل المتعلم محور العملية التعليمية التعلمية ثم ضرورة التنويع من الطرائق والوسائل واختيار الحديث منها مع إشراك المتعلم في البناء وتشجيعه على الإبتكار ثم أن المدرس هو مجرد موجه ومنشط ثم كذلك الاهتمام بتنمية الكفايات والقدرات والمهارات وتجنب التلقين والإلقاء كذلك أهمية الخطأ والتعاقد واللعب في بناء التعلمات وأهمية إدماج الموارد الرقمية في العملية التعليمية التعلمية وإعداد كذلك المتعلم إعداداً يتلاءم مع سوق الشغل ثم أن المعرفة ينبغي أن تكون معرفة وظيفية وبالتالي نتجنب كل المصطلحات التي لها علاقة بالمضامين والمحتويات مع ضرورة إعمال بيداغوجيات الحديثة في التدريس الخطأ المشروع الفارقية وغيرها من البيداغوجيات أو البدغجات كما يسميها البعض أندات قد تجيب على نسبة كبيرة مهمة من الأسئلة لكن هذه الملكة إنما تكتسبها بكثرة قراءتك ومناقشتك للمواضيع المتعلقة بالتربية مما ينبغي التركيز عليه استعداداً لاختبار كتابي المتتبع أيها الأحباب لامتحانات مستجدات نظام التربية والتكوي الأخيرة أي منذ اعتماد التوظيف بالتعاقد سيلحظ نقطة مهمة وهي التركيز في هذه الامتحانات على أمور من أهمها التدريس بالكفايات والمفاهم التي لها علاقة بأدوار ووظائف المدرسة المغربية في علاقتها بسوق الشغل ثم كذلك أدوار المتدخلين في الفعل التربوي وهنا نقصد بهؤلاء المتدخلين المدرس المتعلم الحارس العام المدير ناظر الدروس جمعية الآباء مجالس المؤسسة الأندية التربوية على اختلافها ثم كذلك التوجيه المدرسي وعلاقته بالمسارات الدراسية والتكوين المهني والمهن المستقبلية أهمية المشاريع التربوية في تنظيم الحياة المدرسية مشروع التلميذ، مشروع القسم، ومشروع المؤسسة ثم كذلك اختيار الوضعيات الاختبارية من الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار، ومن المتوقع أن تكون الوضعيات في هذه الامتحانات المقبلة من قانون الإطار ثم قياس مدى السيعاب المترشح لمفاهيم تربوية إبراز تطبيقات ديدكتيكية للبيضاغوجية النشيطة وفي نظريات تعلم يتم التركيز على رواة تلك النظريات، مصطلحاتها، كيف يتم التعلم وفقها، ما هي خصائصها ثم كذلك معرفة الأنظمة المعلوماتية ووظائفها في المجال، في مجال التربية والتكوين بمعنى مصار، مسير، هذه البرامج المتعلقة الحديثة ثم التعريف ببعض الوتائق التربوية من خلال تاريخ إصدارها، الجهة التي أصدرتها، وظائفها، مكوناتها، عدد الفصول، المواد كل هذه من الأمور التي يتم التركيز عليها مؤخرا ثم كذلك معرفة التواريخ بعض الإصلاحات التربوية، أهمية إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال والموارد الرقمية في التعليم فهذه من الأمور التي يلاحظ أنه تم التركيز عليها في الامتحانات الأخيرة فعلى المترشح أن يكون ملما بها حتى يجد القدرة ويجد نفسه قادر على أن يجيب بكل سهولة بإذن الله عز وجل